من السلوكيات الخاطئة والتي تصل إلى حد المصيبة عدم تعليم اللغة العربية للأطفال في بعض العائلات بل إنهم يفتخرون بذلك وكأن تعلم اللغة الأجنبية وعدم إتقان العربية وسيلة لدخول الجنة إذا من الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون في المنطقة العربية فإنه لا بد أن تعلم أطفالك تلك اللغة لأنها مفتاح فهم الكتاب والسنة ومفتاح فهم التراث الموروس ومفتاح فهم ذلك المجتمع الذي سيعيش فيه واللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فاللغة المستقيمة تؤدي إلى فكر مستقيم سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر